احنا يا سيدة اتكلمنا في اللبنة الرابعة من لبنات العمل اللي هي لبنة الابداع والابتكار وهذه اللبنة لبنة مش من قبيل الطرف اللبنة دي هي اللي بتخلي كل حاجة لها حياة الابتكار هو اللي بيخلي البيوت ما تجفش الابتكار هو اللي بيخلينا نصل الى مرضات الله الله سبحانه وتعالى لما قلنا في الجزء الاربعتاشر وعلامات وبالنجم هم يهتدون كان عايز يرفع سقف نظرنا كان عايز يخرجنا من دقنا الى وسع مولانا سبحانه وتعالى بالابتكار وعشان كده خلينا كل يوم كل يوم وكأننا بنردد الآية وبنعيش الآية زي ما تعلمنا من الصحابة ان هم كانوا يأخذوا الآية ويعملوا بها ويعيشوا بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون تعالوا نعيش بقى بهذه العلامات وتعالوا نعمل اول اجراء ونبقى حريصين على التعلم كل يوم شيء جديد من المهارات وياريت ناخد حاجات كتيرة جدا جدا من اللي توسع افقنا وتجدد مهاراتنا وكمان تزدنا بالمعارف الاساسية في مجال عملنا تاني حاجة تعالوا ما نتوقف بشكل واضح عن التفكير في العمل بالمخاوف يعني ايه التفكير في العمل بالمخاوف ما نفكرش ان احنا لو عملنا كده عضيع مننا فرصة وما عندناش وقت واحنا عندنا لو متلعيش لا فكر بالامال فكر بالمستقبل فكر بالوسع ساعة ما تفكر بالوسع دعي ساعدك على انك انت تكون مدعوم في الابتكار ويا سلام بقى لو غمسنا ده كله في انوار الدعاء واحنا جينا النهاردة لقول لكم دعاء مجرب في مسألة الطلب الابتكار وطلب الانوار وطلب الابتكار لما تقول في الصبح وفي المساء تقول اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن ابدع في حبك حتى ارى بديع تدبيرك لامري وارى بديع نظرك ومددك لقلبي هذا الكلام لو ان كنت التزمت ان تتقول اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن ابدع في حبك حتى ارى بديع تدبيرك لامري وارى بديع نظرك ومددك لقلبي تحس كده ان انت فيه طاقة وفيه مدد بيتجدد في قلبك احنا محتاجين نتجدد العلاقة بنا وبين ربنا ونقتع ونعتقد ان من علامات صدق الحب الابداع في حب البديع ربنا احسن في كل جوانب حياتنا احسن في مدده لنا في عمالنا فهل جزاء الاحسان الا الاحسان وهل جزاء ان تتعامل مع البديع الا بان تبدع في حبه يا رب جعلنا من اهل الابتكار واجعلنا من اهل الانوار واجعلنا من اهل رفع الاسطر عن قلوبنا لكي نرى بركات وانوار وعطايا الغفار سبحانه وتعالى